فلما كبر الساحر كان هذا الساحر يخبر الملك بخفايا الناس يقول فلان اليوم صنع كذا وفلان قال لي فلان كذا فإذا جاءوا عند الملك قال لهم الملك أنت صنعت كذا فيقولوا كيف تعرف يا ملك؟ قال أنا ربكم أنا ربكم أعرف أعمالكم فصاروا يخافون منه لما كبر الساحر قال الملك أني قد كبرت وأنا أخاف أني أموت ويذهب عنكم السحر فاختر لي يا أيها الملك غلاما فطنا لقنا وأعلمه السحر فاختر له الملك غلاما حتى يدربه الساحر ويصبح هو الساحر عند الملك بعد موت هذا الساحر صار هذا الغلام يأتي وهو غلام ذكي ويتعلم عند الساحر والساحر يقنعه أن هذا ترى الملك هو ربك وأنت تفعل كذا وكذا له ويذهب الغلام إلى بيتك كل يوم صار الغلام وهو يأتي يمر براهب يتعبت وينظر إليه ماذا يفعل هذا فجاء الغلام يوما إلى الراهب وقال أنت ما تعبد ماذا تفعل؟ قال أنا أعبد ربي قال ربك الملك الذي نعبده نحن قال لا ربي وربك الله ورب الملك وعلمه الإيمان وصار الغلام يذهب عند الساحر ويتعلم السحر ويمر بالراهب ويتعلم التوحيد والعبادة فصار الساحر إذا وصل إليه لأنه يأخذ درسه ورائح عند الراهب يضربه ليش تتأخر فقال الغلام لي الراهب أنا إذا تأخرت على الساحر يضربني فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي اليوم أخروني أهلي لا تخبرهم أنك جلست عندي وإذا خشيت أهلك وانت راجع لما تأخذ الدرس فقل أخرني الساحر ومشهت الأيام والغلام يتلقى درسا في الساحر ودرسا في العبادة والتوحيد يوم من الأيام رأى الغلام مر في طريق الناس فرأى دهبة عظيمة قد حبست الناس وقفت في الطريق دهبة عظيمة وخاف الناس منها فقال الغلام اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل وأخذ حجر من الأرض قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ثم رماها وقع الحجر على الدابة وماتت إن كان أمر الراهب أحب إليك يا ربي اقتر الدابة فقتلها الله فعلم الغلام أن الراهب معه الحق ومشهت الأيام وكان الراهب يقول للغلام لما ذكر له القصة قال أنا اليوم حصل لكذا وضربت الدابة وماتت فقال له الراهب يا أبني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتريت فلا تدل علي لا تخبر عني فمضت الأيام وصار الغلام يعارج الناس يبرئ الأكماه ويعاني يعارج الناس مسائر الأدواء الأعمى وغير يعارجه فسمع جليس للملك وزير عند الملك أعمى سمع فيه واحد يعارج فذهب عند هذا الغلام ودخل الأعمى ومعه مجموعة من الخدم يحملون الهدايا وضعها بين يدي الغلام وقال الوزير للغلام ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني إذا أنت شفيتني كلها الهدايا لك قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى إن آمنت بالله دعوت الله فشفك فآمن الوزير شرح له الإيمان فآمن بالله فدع الله وشفي وصار مبصرا فلما جاء الصباح ذهب هذا الوزير إلى الملك وجلس كما كان يجلس فالتفت الملك إذا الوزير يرى فقال له الملك ما رد عليك بصرك قال الوزير ربي قال أنا قال أنا ربي وربك الله أنت بشر مثلا لست ربا ربي وربك الله فقال أولك رب غيري قال نعم فأخذه وعذبه من اللي علمك الدين من اللي علمك التوحيد حتى دلهم على الغلام الغلام هو الذي علمني جاء بالغلام فأعذب من اللي علمك فدلهم على الراهب فذهبوا وجاءوا بالراهب قالوا له ارجع عن دينك أأمن أن الملك هو ربك وليس ربك هو الله أأمن أن الملك هو ربك غير دينك قال لا فوضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين والغلام والجميع ينظرون حتى جليس الملك ثم جاءوا بجليس الملك قالوا ارجع عن دينك قال لا فوضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين طيب بقي الغلام فهذا الملك لم يشاء أن يقتل الغلام بهذه الطريقة غلام صغير وقد أشفى الله على يده كثيرا من الناس فأرسله الملك مع مجموعة من عنده من الجنود قال ذهبوا به في قرقور في سفينة إذا توصدتم به في البحر ارموه في السفينة ارموه يعني يقول والله ذهب يعني مات غرقا فذهبوا به فلما توصدوا به البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وانقلبت السفينة وجاء الغلام يمشي على البحر وأولئك غرقوا وجاءوا ودخلوا على الملك قال الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله تعالى فأرسله مع آخرين قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا وإذا صعدتم به أعلى الجبل ارموه فوق الجبل ذهبوا به فلما صعدوا أعلى الجبل وأرادوا أن يرموه قال اللهم اكفنيهم بما شئت فزلت أقدامهم وصاقطهم من الجبل إلا الغلام جاء يمشي إلى الملك قال الملك يعني أنا ماذا أفعل بك قال أتريد أن تقتلني قال نعم قال اجمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد ثم اربطني على جدع نخلة ثم اخذ سهما من كنانتي من سهامي الكنانة هو الشيء الذي تجمع فيه السهام من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام وارمني عند ذلك أموت فجمع الملك الناس ينظرون إلى هذا الغلام الذي يعرفونه فوضع السهم وقال بسم الله رب الغلام ورماه فوقع السهم في صدغ ما بين عينه وأذنه وضع الغلام يده على صدغه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فجاء أحد الجلساء إلى الملك لأن الملك رماه هو راح ما عليه من الضجة اللي حصلت يعني فجاء أحد الجلساء قال غضبت يا أيها الملك أن آمن ثلاثة فقد آمن الناس جميعا أنت غضبت على ثلاثة كل الناس آمنوا الآن فأمر الملك فخدت أخاديد حفرت حفر وأشعلت فيها النيران وقيل من لم يرجع عن دينه اطرحوه فيها فطرحوا الناس فيها بقي آخرهم امرأة معها صبي لها والناس احترقون فلما كأنها ترددت أنطق الله الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق عندها طرحت نفسها فقال الله تعالى قتل أصحاب الأخدوت الأخدوت لأخاديد هذه التي أشعلت النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الملك وأصحابه قعود ينظرون إلى هؤلاء الضعفة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذه قصة أصحاب الأخدوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر